بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتكلم عن ما وراء كورونا تكلمنا عن كورونا كثير وكل حلقة من الحلقات الماضية 29 حلقة كان جزء موقف أحيانا أنبه عليها أحيانا انتقل تلقائيا من المحطة أو الموقف الأول إلى المحطة أو الموقف الثاني من كورونا إلى الحديث في كل حلقة على حدة الآن أريد أن أتكلم عن ما وراء كورونا وما وراء شهر رمضان المبارك كثير من العادات السيئة والأعمال القبيحة تركها الناس تركوها يعني أستطيع أن أقول أزمة كورونا أتت وهزت الإنسان من أعماقه جعلته يفكر تفكيرا آخر وأرجع وأقول سبب من الأسباب هذا الظرف الطارئ الاستثنائي عادات مستهجنة قبيحة أعمال غير مرغوب فيها حولها الإنسان إلى الضد إلى العكس نجد اليوم الكثير يهتم بالإنسانية والمرضى وذو الأحتياجات الخاصة طيب والفقراء وأصحاب المعاناة وأمثال هذه الأمور هذه الهزة التي صارت في الضمير وجميل أن يحافظ الناس على هذه المكتسبات خلاص كنت أنا في ظرف من الظروف زمن من الأزمنة وبقيت على حال مدة مديدة وأنا كسلان وأنا عاجز وأنا لا أبالي بالمشكلات بالظلم بالمرضى بذو الأحتياجات الخاصة بالفقراء بالجوعة بالمحتاجين الحين الحمد لله تغيرت البوصلة صرت لا بالمقابلة الآن أهتم بهذه الأمور تهمني أخبار المصابين أخبار الذين تماثلوا للشفاء سلامة هؤلاء تهمني هذه الأمور صارت من مورد اهتمامي فالأبقى أنا وأحافظ على هذا الأمر فهذه ذخيرة طيبة ذخيرة واقعاً الواحد يستفيد منها هذا الحين باختصار ذكرت دروساً كثيرة وذكرت لكم يمكن بالحلقة الثانية أني في 25 مارس 25 ثلاثة نشرت وهذا موجود بالPDF كتيب تحت عنوان أو PDF تحت عنوان 60 أيقونة في جائحة كورونا الواحد شنو يستفيد النظر إلى كورونا من زاوية أخرى دروس كثيرة فيه هذا اللي ذكرته مختصر مختصر قليل جداً اللي ذكرته ولعلي إن شاء الله أزيد وأضيف لأنه صارت مستجدات فالواحد يحافظ على هذه المكتسبات الحمد لله الإنسانية روح التعاون التبرع العطاء السخاء أفكر بالآخرين خاصة طبقة المحرومة الطبقة المظلومة أقف معهم هذا الوعي الصحي الوعي الديني الوعي الإنساني وحافظ على هذه المكتسبات مو أن تروح كورونا خلاص أرجع مثل قبل وكذا لا لا وحافظ عليها نفس الشيء ما وراء شهر رمضان شهر رمضان اللي قدر يصوم هنيئ له اللي ما قدر لأنه معذور معذور بسفر بمرض لأنه ما يقدر مثلاً يفارق الأدوية وليقدر يفارق الطعام والشراب معذورين والكل مأجور إن شاء الله تبقى الأمور الأخرى الأعمال الصالحة قراءة القرآن صلة الأرحام مثلاً الإنفاق الصدقات الأدعية الصلوات الاستغفار المناجاة مثال هذه الأمور الكثيرة اللي صدرت في شهر رمضان هذا الواحد هم يسأل ربه أن يكون متواصلاً بعد شهر رمضان كذلك مو بس بشهر رمضان أكون خوش واحد متقي أخاف الله وبعدين أرجع بعد شهر رمضان من أول العيد خلاص أترك كل شيء لا الحجاب على المرأة حجاب هذا أمر فرض واجب الستر طيب بالنسبة للرجال والنساء الالتزام الديني الالتزام الخلقي قراءة القرآن الأدعية الاستغفار الصدقات محبة الناس الانفتاح عليهم مشاركة الناس في همومهم مشاكلهم إيصال المنافع عليهم دفع الأضرار عنهم الله تبارك وتعالى في كل الأزمنة مو بس لشهر رمضان المبارك نعم شهر رمضان مفتاح خير منطلق هذا نأخذ بعين الاعتبار ولذلك الإمام علي بن الحسين عليه السلام عنده دعاء في بداية شهر رمضان في أواخر الدعاء بعد أن ذكر وسأل ربه تبارك وتعالى أن يجعل الأوقات في شهر رمضان مشحونة بالطاعات والعبادات والأعمال الصالحة قال واجعلني في سائر الشهور والأيام كذلك أو واجعلنا في سائر الشهور والأيام كذلك ما عمرتنا يعني يا رب هالروحية اللي كانت موجودة عندنا في شهر رمضان هالتدين هالالتزام هذا التقوى اجعله أيضا بعد هذا الشهر واجعلنا ما دعا لنفسه أيضا دعا للآخرين وهذا باب خير و باب رحمة و محب الآخرين واجعلنا في سائر الشهور والأيام كذلك ما عمرتنا يعني بدأنا عندنا عمر احنا يا رب خلنا بطاعتك و أعمالك الصالحة في سائر الشهور والأيام الشهر رمضان و غير الشهر رمضان طيب بعد الإمام الباقر عليه السلام عنده كلمة يقول من صام نهاره يعني نهار شهر رمضان و قام وردا من ليله و حفظ فرجه و لسانه و غض بصره و كف أذاه خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه يطلع واحد صافي فلازم احنا نستثمر و نحافظ على هذه الأمور التي صدرت الأعمال هالبركات هالنفحات اللي الله تفضل بها علينا في شهر رمضان المبارك ترى بإيدنا و نقدر نحافظ عليها احنا و الله راح يرزقنا خير الدنيا و الآخرة لا يحط الواحد بباله أن الانحراف هو وسيلة الرزق و وسيلة المحبة لا 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 كن مع الله يكون الله تبارك و تعالى معك و الله راح يفيض عليك و يحبب الناس فيك و يحبب الناس إليك و يحببك إليهم كن مع الله تبارك و تعالى فقط فهني لما نبغر خوش خطة يعطينا يعطينا عمل و جزاء سلوك و جزاء يقول من صام نهاره و قام وردا من ليله و حفظ فرجه و لسانه و غض بصره يعني حفظ فرجه و لسانه عن الحرام و غض بصره عن الحرام و كف أذاه ما يأذي العالم ما يأذي الناس شنو يصير بعد هالأمور الستة كلها خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه صافي ما عنده ذنوب الله غفر له جميع ذنوبه ما تقدمت و ما تأخرت طيب بعد هذه النقطة أننا بالفعل نحافظ على أمورنا وأعمالنا ترى راح تبقى الآثار علينا نحن نصلي و نجذب ما يصير لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر نحج و نعتمر و نغتاب و نظلم ما يصير لأن هذه العبادات تؤدي إلى التقوى نصوم و الله قال في ثمرة الصوم لعلكم تتقون تزدادون روحانية إيمانا تقوى علاقة مع الله تبارك و تعالى أكثر شنكم داشين محلات العطور شذي حط بالكم يا أخو أخوات لما تدخل محل العطور بس تطلع تكون عليك روائح العطور و البخور بحيث إذا طلعت تروح أي مكان يشمونك الناس يقول الله شهر روائح الحلوة العطرة يقول لأني أنا كنت في محل العطور و البخور نفس الشيء أنا كنت في شهر رمضان علي آثار شهر رمضان كنت بالصلاة علي آثار الصلاة علي آثار الحج علي آثار الخير و هكذا وفقنا الله و إياكم جميعا تقبل الله منكم جميعا و عيدكم مبارك عاد الله هذا الشهر عليكم بالخير و اليوم و البركة و أشكركم جميعا لحسن المتابعة و أشكر قناة اي تي في العدالة و الأخوة القائمين و أدعو لكم جميعا كما أرجو أن تدعوا لي و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة و رحمة الله و بركاته ترجمة نانسي قنقر